صاحب السمو الملك الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود أرحب فيك شكراً قبول الدعوتي وشكراً أيضاً قبول دعوة قنوات ابو ظبي الرياضية سعيد جداً بهذه الاستضافة يعني ما شاء الله عليك مشوار كبير في كرة القدم السعودية على مستوى رئيسة الهارم في رياضة كرة القدم السعودية وأيضاً في نادي الهلال خلنا نتكلم تاريخياً الهلال والنصر قطبي الرياض وقطبي كرة القدم السعودية تاريخياً كيف تشاهد هذا الفريقين؟ أنا طبعاً يعني أشوف أنه الهلال والنصر من أهم الدربيات في العالم العربي ربما في العالم ولي قالوا يعني تاريخ كبير وأنا أذكر لما كنت في المدرسة وكل أصحاب يعرفون حتى يمكن أول ما اتزوجت لما أزهق أكتب كل لقاءات الهلال والنصر من أول واحد حتى اللي قبل ما أتابع مثلاً من سجل الأهداف في كل لقاءة الهلال وقد دائماً مهتم أنه يعني أحب أن الهلال يمتلك كل الأرقام القياسية في المملكة وكان من يعني أول ما بديت أتابع الهلال كان النصر سابق الهلال في مباريات الفوس في مباريات الهد توهد يعني ولأن الحمد لله هلال تعدى فصار هال يمتلك الآن تقريباً كل الأرقام القياسية مع يعني الهد توهد مع كل الأندية السعودية وهذا النصر كان من أهم المرات التي أتابعها دائماً